اشتركوا في القناة توضعت في بيتك أتيت إلى هنا جلست بين صلاتين وأثنيت ركبتيك وغيرك منشغل بغير هذا والله لو صنعتها لمخلوق لاستحيا منك فكيف وقد عبدت بها رب العالمين جل جلاله ثق على يقين من حسن الظن بالله أن تعلم أن الله يقول إن الله لا يضيع أجر المحسنين وإذا جاء أحد تدل على الخير تريد أن تقسم الشر في نفسه وتحثه على الخير على أن يغلب هواه وعاندك فقل له إن الله يقول وما يفعلوا من خير فلن يكفروه لا يمكن أن يضيع الله لا أحد لا أحد أصدق من الله هم تقسم الشر هم محسن وإ�니다 الله يقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنه يخبر عن ذاته لا نضيع أجر من أحسن عملا الله إن أقرب الناس إليك وألصقهم بك قد يضيع بعض أمرك وينسى بعض كلمك ويفوت عليه بعض عطاياك لكن ما تصنعه تفعله تقوله تعمله وتريد به وجه الله والله لا يمكن أن يضيع ولو كان حبة خرق فالله لا أحد أصدق منه وعدا ولا أصدق منه قيل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن لا نضيع أجر من أحسن عملا فيأتيك وهذا وارد من يهون هذا الأمر في عينيك في نفسك ومن يريد أن يقوض أركانك ويضعف إيمانك ويحول بينك وبين الطاعة تغلبه إذا عظم يقينك بوعد الله فإن قل يقينك بوعد الله فأنت وهو سواء لم يعد له فضل عليك لكن إنما دفع المؤمنين إلى الطاعات أعجم بالمؤمنين عن المحظورات عظيم ثقتهم ويقينهم بأن الله لن يضيع شيئاً مما عملوه يريدون به ابتغاء وجهه تبارك اسمه وجل ثناو